السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسهلا بكم طلاب السنوية العامة او طلاب اللي داخلين سنوية العامة السنة الجاية دفات 20-21 سواء كنت في اولى او في ثانية او في ثالثة نرضى ده الفيديو الجزء التاني بيبتاع المحتوى قناة العبكاري السنة 2021 وهو بتتكلم عن المحتوى العام لقناة والمحتوى الخاص لقناة والحاجة الثالثة وهي بعض الاسئلة اللي طلبت تسألها بخصوص السنة الجاية بازن الله اه فالفيديو ده هيكون اجابة اه على الاسئلة وتكملها للجزء اللي فات. اه هبدأ بقول حاجة اه ببعض الاسئلة اللي هي كانت بتبقى جاعة على الواطس كده او اهم الاسئلة اللي جات في التعليقات بعد كده هقرأ معيك التعليقات كلها واجاوب عليها. اول سؤال احنا كنا بنتكلم على تالتة سنوية بس طب اولا وتانية اولا وتانية بيكون لهم اه نظام مشابه شوية لتالتة بس ببقى حاجات في فروقات ما بينهم ولكن في المجمل العام هو اولا وتانية بيكون زی التالتة مع بعض الفروقات فلو انت كتارف اولا وتانية ممكن تتبع الفيديو عادي سواء اللي فات او الفيديو ده بحيث انك تفهم المضمون العام وبعد كده التفاصيل بتاعت اولا وتانية تنزل في فيديوهات لوحدة الفكرة ان ثالثة يعني ثالثة دي حاجة لوحدها. اولا وتانية دي حاجة لوحدة تانية مفيش ما بينهم اي علاقة. يعني منهج هنا في اولا وتانية صغير جدا في ثالثة كبير جدا. هنا الطريقة بتاع الامتحان مختلفة. هنا الطريقة بتاع الامتحان مختلفة. حاجات كتير مختلفة بين اولى وتانية وتالتة. فعشان كده بنتكلم في الفيديو ده او الفيديو اللي فات كمان بالاخص مع تالتة سنوي. عشان هم دول الاساس وهم بقى في عندهم حاجات اضافية شوية عن اولى وتانية. فبعد كده نتكلم على اولى وتانية لواحدهم. نيجي للسؤال التاني هو هل القناة كلها محتوى خاص بس ولا في محتوى عام. المحتوى العام موجود زي ما هو اه زي كل سنة بيكون في محتوى عام جديد بينزل على القناة سواء شرحة او حل او مراجعات او نصيح او اي حاجة الطالب بيحتاجها. بتنزل على المحتوى العام عادي جدا. كل حكاية ان في حاجة اضافية بقى اسمها محتوى خاص للطالب اللي حابب يعتمد على القناة كليا. وخاصة في الفترة الحالية ان ما فيش دروس والطالبة كلها اه هتبقى محتاجة لموضوع بس اللي هو بيكون شكل يكفي الطالب ان هو ما يحتاجش لمدرس تاني ولا يحتاج اي وقت تاني ضيعه. يعني انت خلاص وفرت وقت الدروس وفلوس الدروس فانت بتركز مع مدرس واحد في مادة واحدة فانت بتبقى محتاج محتوى متكامل وفي متابعة مع المدرس بحيس ان انت خلاص بدل درس كنت بتروحه في سنتر الوقت بتاخده على الانترنت بس ده الفرق فده كده هو المحتوى الخاص باختصار والمحتوى العام موجود زي ما هو. الفرقات بقى والكلام ده كله هنيجي في الموضوع الجاية. السؤال التالت انا بس بفرق ما بين الناس اللي دخل على الفيديو ده عشان احنا في اول الفيديو فانا كده فرقنا بين اولى وتانية. وتالتة وفرقنا بين المحتوى العام والخاص. الحاجة التالتة هي طلبة اللغات. هل في محتوى لطلبة اللغات? ايوة. وايضا برضو مشابه لمحتوى تالتة. تماما ولكن الفكرة ان في اللغات مفيش كتب كتير. يعني في العام بنحل تلاتة اربعة خمس كتب مسلا بيكونوا موجودين بنحلهم. اما في اللغات مفيش اللي كتاب المعاصر هو المتوفر عند الكل في الاغلب. في بعض الكتب بتنزل بس متوفرها في مناطق معينة. ولكن في الاغلب النظام العام بتاع سنة تالتة سنوي في اللغات زي العام بالزبط. اللي هو النظام الاول اللي هو النظام المميز. كده خلاص كل واحد اعرف هو تبع ايه? هنجاوب بقى على الاسئلة. اه نبدأ بقى الحاجة ان في نظام اضافي انا ضفته على الاربع عنظمة بتوع تالتة السنوية. النظام الاضافي ده هو يعتبر شبه النظام التالت بس بيكون ارخص واوفر شوية. النظام التالت هو لو كان طالب محتاج حصة ياخد حصة لوحده اونلاين برايفت لوحده من ايه ما يكون مع ايه حد. فالفكرة كلها ان في بعض الطلبة مش بتبقى عايزة حصة برايفت هو بس بقى عنده سؤال اتنين تلاتة عايز تسأل فيهم فاعيز اجاوبهم فاكيد مش هياخد حصة عشان يجاوب سؤال او اتنين في اليوم مثلا. فالفكرة كلها ان بدل ما انت بتاخد حصة لوحدك هي بتكون حصة مشتركة. والتفاصيل بتاعتها هي عبارة عن هيكون جروب للاسئلة فقط لغير. الجروب ده الممنوع في النشر ولا اي حاجة. هيكون على التليجرام هيكون في قناة وفي جروب. الجروب الطلبة هيتفتح لهم الجروب بس ساعة في اليوم. كل يوم ساعة اي طالب هيبعت سؤال. اه خلال نفس اليوم او بالليل تقريبا هيتجاوب على كل الاسئلة اللي بعتت في الجروب في الساعة دي. بس كده ما فيش هيبقى في اي رسائل تانية ولا في اي تواصل ولا في اي حاجة خالص. جير ان اي طالب سواء مشترك معايا او مش مشترك معايا طالب محتاج سؤال معين. اه شرح نقطة معينة هو سؤال مسلا مش فاهمه يعني سؤال معك اجابته مش فاهمه وعايزه يتشرح لك كحاجة نظري. مسألة عايزها تتحل حاجة انت عايز تحلها بدلا ما انت بتدخل في اي جروبات. اه وده مش معناه ان الجروبات بتاعتي بفلوس انا فيه جروبات كتير كلها مجاني بس الفكرة كلها ان اي جروب في اكتر من عشر عشرين طالب بيكون جروب في رسائل كتير وفيش حد يستفيد به بتضيع يومك كله في الجروب. فبالتالي انت محتاج بس تسأل سؤال او اتنين بالاضافة انك هيكون اسئلة زمالك بالنسبة لك كمرجع او كدرس اضافي انت مش بتاخده. يعني لما تلاقي مسلا خمسين تلاتين واحد اربعين واحد ميت واحد بيسألوا مسلا في اليوم مسلا عندك خمسين سؤال بينزلوا في الجروب. ممكن يكون واحد جايب كتاب مش معك او بياخد دارسة عن ديمستر انت متعرفوش وفي عنده اسئلة مسلا عايز اسأل فيها. فيكون عندك مجموعة كده من الاسئلة المفيدة ليك. هيكون في الجروب ده. كل يوم ساعة بس. هتبعتوا فيها الاسئلة بتاعكم. هتنزل اجابتها بالليل في نفس اليوم او تاني يوم الصبح بعد ما كل الاسئلة كلها تتجمع. ده كده الفكرة بتاعت النظام اللي هو الاضافي اللي انت ممكن تحتاجه لو انت مشترك او مش مشترك او بتتبع العام او مش بتتبع او حتى مش بتتبع او انت بتاخد درس. اللي هو باختصار كده ما تعوز اي اسئلة هتسأله هيتجاوبك في نفس اليوم او خلال 24 ساعة. ده كده كان نظام اضافي. ونكمل بقى على الاسئلة بتاعتنا. اه هنجيب الفيديو اللي هو الجزء اللي فات وهجاوب على الاسئلة اللي نازلة فيه. اه من الاقدم للاحدث. يعني اخر اول تعليق نازل على الفيديو لوقت اخر تعليق نازل قبل الفيديو ده بالزبط. فاول تعليق كان بيقول ممكن فيديو عن ايه اللي المفروض اتأسس فيه في كل المواد عشان تالتة سنوية. موضوع التأسيس لتالتة سنوية. اه الفكرة بتاعته يعني اول ما احنا عملنا فيديوهات التأسيس بتاعت الفيزية من سنتين تقريباً كل المواد كل المدرسين بقوا بيعملوا فيها فيديوهات تأسيسات. طيب في بعد المواد هي مش بتحتاج فيها تأسيسات. يعني المواد الادبية مش بتحتاجه فيها تأسيس. يعني اتو مش هتتأسس في الجغرافية والتاريخ مثلا. التأسيس ده مثلا بيبقى مادة زي الفيزية عشان بتبقى معتمد على معلومات رياضية مش في منهجك. يعني انت مش بشرح لك انا رياضة انا بشرح لك فيزياء فتبقى محتاج مني حاجات رياضة. فالحصة بقى مجملها فيزياء مش بقى عايز اخرج عنها عشان اقول لك ازاي تجمع وتضرب وتقسم وتعمل عملية حسابية وكلام ده انت بتاخده في الرياضة ففي اساسيات قبلها انت مفروب تكون محتاجها فانا بقول لك الحاجات ده انا محتاجها بشرح لك في اول السنة. فدي كل مدرس اللي يقدر يوفرها لك. بعض المواد اللي انت هتحتاج فيها اساسيات هي النحو في العربي مثلا وفيه اللغة مثلا بتحتاج فيها شوية وبعض الاساسيات اللي تقلت انت اعيزها من مبنوناج ال قديمة. بعض المواد العلمية زي الرياضة والفيزياء. ممكن الكيمياء احيانا. بقياد المواد مش هتحتاج فيها اساسيات. والماده اللي انت محتاج فيه اساسيات مدرس المادة اللي يفيدك مشانерб يعني. فحتاج تقول لك اتأسس في ايه في النحو ولا تأسس في ايه في حاجة تانية. انا مدرس فيزياء. اقول لك تتأسس ايه في التخصص مش اسأل اي حد في اي حد كده وخلاص. تمام كده? السؤال اللي بعد كده بيقول آآ لينك جروب لينك جروب التليجرام بيقول مع زراء جير موجود بالنسبة للجروبات. اي طالب بيعمل اي مخالفة بيتحزف نهائي مش بيرجع. سواء انت كلمتني ما كلمتنيش اعتذرت ما اعتذرتش. اي حد بيتحزف مش بيرجع. تمام كده? لان الجروبات اللي غرض منها الاساسي هو الافادة والاضافة لكل طالب. فما يكون في طالب بيسيقل الجروب فبالتاني ما ينفعش يكمل في الجروب عشان يحافظ على بقية الطلبة. آآ بعد كده السؤال بيقول ازاي يشترك في المحتوى الخاص? او او تمام كده? عشان تشترك في المحتوى الخاص بكل اللي انت بتعمله بس انك بتتواصل على الواتس رقم الواتس بيكون في وصف الفيديو. اللي هو لو انت بتتفرج عليكم بيوتر هتلاقي تحت الفيديو كده كلمة مكتوب الوصف. وهتضغط بس على السهم اللي جنبها عشان يزهرك التفاصيل وتكتب بتتواصل على الواتس عشان تعرف انت عايز تشترك في ايه لو انت مش عارف. المفروض تكون شايف الفيديو اللي فيه عشان تعرف كل الانظمة. لو انت عارفها بتقدر تتواصل على طول. لو مش عارف بتسأل ايه اللي نسبك وتعرف ايه اللي تختاره. بس كده كل التفاصيل بي انت بتعرفها بحيس ان كل طالب يبقى مختلف عن التاني. في طلبة بتبقى المعبوبة بنسبة لهم سهل وفي طلبة اول مرة فبقى عنده اسئلة كتير فمش هينفع آآ نجاوب عن موضوع كده بصفة عامل. آآ بعد كده بيقول آآ نصائح قاسية تشجيع وحماس والتعامل مع الاصدقاء بطريقة صحيحة. آآ موضوع نصائح ده كله هيكون خلال الفترة المتباقية من شهر ستة وشهر سبعة ان شاء الله خلال برضو الاساسيات. احنا هنبدأ شهر سبعة زي ما قلنا اساسيات. آآ بالنسبة لشهر سبعة فيكون في بعض النصائح اللي انت هتستفيد بها في بداية دراستك كده وانت ماشي مكمل. بالاضافة ان في بعض النصائح الموجودة على القناة في سلسلة آآ نصيحة عن ماشي تقريبا او في كمان النصائح العقارية للطلاب السنوية العامة. بتفيدك سواء في السنوية العامة او المذاكرة عموما سواء انت طالب السنوية او متخرج او اقصد في كلية او عامة بتدرس. آآ هل فعلا بقيت منهج تانية هناخده في تالتة حسب قرار الوزير اللي كان في شهر ثلاثة او قبل ان الحاجات اللي تتحزف فتاخدوها بعد كده. بس في الارلب مش هينفع لان حاليا موضوع تكون مستمرة معنا والله اعلم اصلا الدراسة هتبدأ في معادها ولا لا. فبالتالي اساسا انه السنة الجاية مش هتكفي منهج السنة الجاية. فالموضوع بتاعها التانية ده محدش تشغل باله به. آآ لو هناخده في عادي حاجات بسيطة اللي تلقت يعني هي بالنسبة لمنهج تانية كانت كتير اوه ولكن هي بالنسبة لك في تالتة هتبقى حاجة بسيطة جدا وسهلة. فماشي فيها اي مشكلة. آآ طيب طالب يقول انا هافل مواقع التواصل كلها معادة اليوتيوب ينفعها دخل على المحتوى الخاص او المحتوى الخاص كاساس هو آآ بتحتاج في حاجتين اساسيين والحاجات التانية اضافية بتحتاجها مالهاش علاقة وبصائل التواصل. يعني مش بنحتاج اي حاجة ممكن تلهيك يعني معناها صح فمفيش اللي هو اليوتيوب للفيديوهات المسجلة. وبعد البرامج التانية للحصص المباشرة. يعني انت مش تحتاج الواطس ولا الحاجات دي كلها. ممكن تحتاج جروب التليجرام لو انت محتاج تتواصل. في طالبة مش تحتاج تتواصل ومحتاج بس يستفيد من الحصة وياخد الفيديوهات ويعمل الواجبات وتصحح له وبس كده هو اللي عايزه فده كده تمام مش هيبقى محتاج اي وسائل تواصل وفيش فيها اي مشكلة. آآ في طالبة بتقول طيب ممكن نشوفها هنا كده من المحتوى الخاص علشان نقدر نكرر. بنسبة المحتوى الخاص فالمحتوى نفسه بتاع السنة الجاية مش موجود قبل كده يعني احنا كل السنة ببقى في نظام مختلف عن السنة اللي قبلها ببقى فيه تطوير لبعض الحاجات وفيها بعض الحاجات اضافية. السنة فاتت كان فيه نظام بس او اتنين. السنة دي فيه اربع انظمة وضفنا لهم خامس الوقتي ده بسبب الاختلافات ما بين الطلاب مش كل الطلاب زي بعضها وبيستخدهم الحاجة زي بعض. ففيها انظمة كتير. فبالتالي كتفاصيل محتوى مش هتلاقي حاجة انفع ورها لك. انما كمادة علمية تقدر تشوفها القناة تقريبا عليها تلتمين فيديو تقدر تشوف فيهم اي حاجة بقى لهم تلات سنين. من من تلات سنين يعني السنين اللي فاتت ولا قبلها ولا قبلها موجود كل الفيديوهات. آآ الفيديوهات غالبا طريقة الشرح هتكون مشابهة لاخر حاجة جديدة ممكن تلاقيها على القناة مسلا زي فيديوهات مراجعة آخر السنة. بس بتاعتي الترمي ولاني لان الترمي التاني مكنش في سنتر او مكنتش عارف اصور فكنت بعمل التلخيصات بس كده بفرق. فعموما يعني كل الفيديوهات تاع الشرح كطريقة شرح هي ده الحاجة اللي انا بركز عليها دايما. المحتوى بتاع الشرح مش الطريقة. فبالتالي لو محتوى الشرح انت بتقدر تعتمد عليه او بتفهم منه خلاص تمام كده. ومالحوزة تانية كده بأكد عليها تاني. المحتوى الخاص او حتى العام او انا اي حد عايز يستفيد مني وتواصل معي مثلا الفكرة الاساسية كلها او المبدأ الاساسي اللي انا ماشي عليه هو ان انا اوصل لك اصل المعلومة وفاهمك اصل المعلومة مش ان انا احفزك معلومة. فالطالب اللي بقى جاي يقول لي انا عايزك تحلي لي عشرين سؤال او عتحلي لي كزا او تعمل لي كزا او اللي هو حكاية ايه انت جاي تشتري مني بالجملة وخلاص لا مش عندي. يعني عندي ان انا فاهمك المنهج وبس. يعني مش وبس يعني مش بحيل لا ان انا اوصل لك المعلومة تفهمها. انما لو انت عايز كحفظ او كده فاليوتيوب ملان ممكن تقدر تتفرج من هنا للسنة الجاية وتعود تحفظ وتزبط نفسك عادي ان فيش في اي مشكلة. انما انك تيجي على اساس انك تفكر ان انا هحفظك منهج تاخده كده ويبقى انت عندك معلومات كتيرة. اولا الكلام ده انا ما اعملوش من تلات سنين بتالي حاجة النظام الجديد مش عايز كده. يعني النظام الجديد عايز طالب فاهم. فبالتالي من فضل ربنا علينا ان النظام الجديد الجاية موافق مع اللي احنا بنعمله فبالتالي معتش معاتش فيه ان انا هضيع بقى مجهود واقول للناس لازم تفهموا الكلام ده كله. انت اجباري حاليا لازم تفهم الفيزياء بتتزاكر ازاي? اه بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول او اه كتب ايه مصطر النظام اختلف والاسئلة القديمة اختفت او اختلفت تقريبا. اه بالنسبة للكتب وعشان انا قلت فيه بيكون في نظام في حل كتب خارجية المقصود لها مش حل لكتب السنة اللي فاتت يعني هو اكيد حل كتب الفين وعشرين وواحد وعشرين فده هو بتاع السنة الجديد يعني مع كتاب الجديد بتاع السنة انزل بنحله مش بنحل بتاع السنة اللي فاتت فكتب الجديد بتنزل بالنظام الجديد فبالتالي ما فيش في مشكلة في حisted. اآ هو كل يوم حصص يعني ولا ايه مش الفكرة مش الحصص وتبقى غالبا يومين او تلاتة في الاسبوع بكتير قوي بالاضافة للفيديوهات المسجلة. ايه الليه فيه فيديوهات مسجلة وليه فيديوهات حصص مباشرة الحصص المباشرة بتكون عشان الشرح والتواصل الاساسي ما بين الطالب والمدرس فيديوهات الاسئلة او فيديوهات الحل بقى بيبقى انت محتاج الفيديو يكون قدامك واضح يعني المسألة ما ينفعش تقطع منك سانية على ان مش هتقول لي عيد المسألة تانية وعيد المسألة خمس ست مرات فالمسألة عايزها تبقى بالكوريتي عالية او بجودة عالية وصورة واضحة والصوت واضح تبقى كل حاجة واضحة. بيكون افضل من المسجل شوية. حيث انك لو شفتها النهاردة تقدر تشوفها تاني بكرة وتشوفها تاني بعد ولو انت عايز ترجع قبل الامتحان بتشوفها. بيكون الفيديوهات معك موجودة سابتة مش محتاج انك تقول الحصة كان فيها ايه او مش كان فيها ايه. اه طيب لو في سؤال عندي في الاسئلة واللي انت بتحلي فيها عادي بتبقى في الحصة اللي هي بعد يعني احنا بناخد حصة شرحة في البداية وبعد كده بتشوف انت الفيديوهات وبعد كده في حصة اخيرة بتكون كمراجع واللي عنده سؤال بيسأل فيه فانت بتجمع اسئلتك وبتسأل فيها. او لو انت مشترك في الجروب اللي انا قلت عليه ممكن تسأل على سؤال على السريع كده تاخد اجابته لو انت عندك حاجة بسيطة فيها. ولكن بيكون في حصة للاسئلة بعد ما بنخلص الدرس. ده كده الفرق ما بين الحصص المسجلة والحصص الفيديوهات المسجلة والحصص المباشرة. آآ بعد كده. آآ يعني في النظام المميز ما فيش حل لكتب. انا في بعض التعليقات بعدها مش بيقى فيها اسئلة بمعنى صح. او اسئلة بالكرارة. النظام المميز ما فيش فيه حل كتاب لمتحان. الطلبة اللي معتبين على حل كتاب لمتحان زي سنة تانية واولى. وعايزين زي سنة تالتة. المحتوى المميز اللي هو النظام الاول بيكون عبارة عن شرح وحل مذكرتي انا مش كتاب خارجي. بس عبارة عن موجود فيها اي حاجة مفيدة في اي كتاب خارجي هتلاقيها. يعني لو كتاب فيه معنومة في الشرح كويسة مية في المية هتلاقيها. السؤال في اسئلة الكتاب في اسئلة كويسة مية في المية هتلاقيها. ده رقم واحد. رقم اتنين الكتب الخارجية برضو بتتحل مستقلة لوحدة لما بتنزلها نحلها. فلو انت مصمم انك عايز كتاب لمتحان بتشترك فيه عادي ما فيش فيها مشكلة. اما النظام الاساسي بتاع القناة هو اللي بيكون من غير اه مش مرتزم باي كتاب تاني. تمام كده? اه في بس اضافة اضافتين عايز اضيفهم على الموضوع ده الموضوع الاولاني. ليه النظام الاول انت مصمم عليه كده من جولة الكتب? لان النظام الاولاني ده انا عمله للطالب اللي اعاوز يعتمن على القناة كليا بحيس ان هو يكون عنده كل المعلومات اللي انا محتاجها واللي انا اضمن له بها ان هو يقفل الامتحان. انما لو انت معتمد على كتاب معين انا ما اتمن لكش انك تقفل الامتحان. لو انت معتمد على اكتر من كتاب كمان ما اتمن لكش انك تقفل الامتحان. لو انت بتسمع شرح من مدرس ويتحل مع مدرس ويتروح درس مع مدرس تالت وبتعمل خمسين حاجة ما اتمن لكش انك تقفل الامتحان. جايلة لما انت تكون واخد الكل حاجة انا عايز اوصلها لك. فده موجود في النظام الاولاني وفي النظام التاني. بالاضافة انك لو عايز اي حاجة في النظام الرابع لو بعض الكتب الخارجية عادي بتاخدها كاضافة لك انك تحل امتحان. ده المعلومة الاولى. المعلومة التانية او فيه برضو تكاميره للمعلومة الاولى معلش وهي ان اي طالب ملتزم بالنظام الاولاني والتاني بيكون ملتزم قدامي بكل كلمة انا بقولها في النظام. بمعنى لو انا قلت اي حاجة في الحصة او في الفيديو انت لازم تكون عارفها ومركز فيها وتشتغل بيها. لو انت بتسمع حد تاني وبتاخد درس تاني وانت مشترك في النظام الاول او التاني بيكون ده اضافة لك. انت عايز تتعامل بها تمام او مش عايز تمام. انما انا كمسئوليتي على حاجة اللي انت بتاخدها مني انا مش من غيري. تمام كده? اه مع العلم ان ما فيش مشكلة انك تاخد اكتر من درس او تروح لأكتر مدرس. فهي ده مستقبلك وانت تتحمل مسئولية قراراتك. فانا مينفعش اقول لك لا ما تروحش مدرس تاني. ولكن اللي انت هتلتزم معي به هو اللي انت هتاخده مني. تمام كده? المعلومة التانية وهي الكتب الخارجية بالنسبة لكتاب الامتحان في سنة اولى وتانية انا شخصيا كنت معتمد على كتاب الامتحان بس معاكم في المحتوى الخاص السنة اللي فاتت. ولكن التالتة زي ما انا قلت مختلفة كلها عن اولى وتانية مينفعش تعتمد في تالتة على كتاب الامتحان بس او اي كتاب ايا كان تالتة ككم منهج كبير جدا. كمعلومات كتيرة جدا. كمستوى فهم عالي شوية. اه وخاصة مع نظام الجديد فبالتالي تالتة دي حاجة ملاقش علاقة بتانية. لان فيه كتير من طالبة في تالتة حاليا لغاية الان بقول رواصل احنا كلنا بنعمل كده في تانية وقفلنا. مفيش علاقة ما بين تانية وتالتة. تمام? تمام? تمام. اخر حاجة اقولها فيش علاقة ما بين تانية وتالتة. تانية كمت كده? تالتة قد كده. فالنوضوع مختلف تماما. لازم تتركز في الحاجات اللي بتتقلك من المدرس بتاعك. السؤال في بعض الحاجات الاضافية في بعض الفيديوات التوضيحية بتبقى تجارب عملية او حاجات تاني بأوضح لك بها. في الاسئلة بقى حل الاسئلة فيه على السبرة اسناء الشرح. وفيه الفيديوهات المسجلة غالبا. بتكون فورا زي ما انتم بتفقط شايفين مثلا في حل الامتحانات وهكزه. بالنسبة الصالة سنة. هو لتعمل لنا فيديوهات على النظام الجديد ولا هنا نعتمد على القديمة هيبقى فيه فيديوهات على النظام الجديد ولكن فيديوهات القديمة بتستفيدوا منها برضو لانه هو نفس المنهج ونفس المحتوى ونفس المضمون كشرح مش بيفرق في نظام قديم او في نظام جديد. بالنسبة لنا احنا لان احنا معتمدين على ان انا بوضح لك او بفاهمك ما عنا الاصل للمعلومة زي ما انتفقنا قبل كده. اتنوش بحفزك اسئلة باجاباتها زي ما كان بيحصل في الانظمة القديمة. تمام كده? فالفيديوهات القديمة او مجديدة عندي على القناة مش هتفرق معاك حاجة. اه نيجي بعد كده السؤال بيقول استمتعوا بالاجازة انتم مستاجرين على الهم بدري ليه? المفروض انتم فعلا تستمتعوا بالاجازة في الفترة الحالية اللي هو خلال شهر ستة. مفروض انتم اجزين من بدري اساسا. اه في شهر سبع برضو ما فيش حد يدخل على الدراسة جامل مرة واحدة كده. احنا في شهر سبع غالبا هناخد اقل حاجة نصه لتلاتة تربعه كده بيكون اساسيات لو ما مش هش راه لكله. فبالتالي انت بتاخد الموضوع ببساطة. يعني الموضوع مش هتاخده قوي كده ان انت تعود تزاكر طول اليوم ولا الكلام ده كله لا بيبقى على براحتك كده بحيس ان اول ما تبدأ بقى في واحد تمانية بتاخد تكون جبادقت في المناهج كلها تلاقي الموضوع معاك تبقى ماشي كده باستقرار ما يبقاش انت دخلت كده مرة واحدة وتلاقيك تهبط في فترة وتعود تتأخر ونصيحة كده على السريع واحنا في الفيديو ده ما تأخرش على نفسك معلومة واحدة من اول السنة عشان دي اللي هتعمل لك مشكلة في اخر السنة. آآ بعد كده آآ بالنسبة للنظام المميز حضرتك بقول ان هو هيكون مباشر طب انا لو عندي درس مسلا في معادة الفيديوهات هل الحصة عضي عليها اقول لا السؤال ده عايز يركز عليه في آآ جملتين هي الحصص المسجلة المباشرة غالبا هسجلها. ولكن الفكرة كلها في الحصص المباشرة يعني انت مشترك في حصص مباشرة بتكلفة اضافية عشان الحصص المباشرة تتفاصل فيها مع المدرسة. يعني مش عشان تيجي تحضر تقعد كده زي وزي الفيديو. فالغرض الاساسي انك بتحضر مباشر يعني هو لو متسجل آه هيبقى معك بتشوفه بعد كده بس الغرض الاساسي انك تكون مباشر. وانا مش اعتبرك معي في الحصة اساسا لو انت سمعتها بعد كده لان المفروض يكون في تفاعل وتقييم على التفاعل ده ويكون في بسألك ولازم تجاوب علي مباشرة عشان تأكد انك فاهم ولا 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 فبالتالي الحصة لها غرض اساسي. ولكن قدران حد تعبان مش قادر او عنده منسبة غصبة عنه او حاجة اه درس كده معهد مفاجئ مثلا وما قدرش يحضر حصة فعادي بيقدر يعوضها. انما كاساس انت ده درس يعني ايه درس? يعني زي وزي ايه درس تاني. يعني تحددنا معهدنا حد واربعة ساعة سبعة مسلا. ما نفعش تيجي تاخد درس تاني في حد واربعة ساعة سبعة. هو خلاص ده معهدك ثابت. ما تيجي تاخد بقى انت درس تاني بتغير الدرس التاني. وش احنا اللي هنتغير. زي وزي اي درس يعني فكرة كلها هو درس عندك وانت حددت معهده وبس كده. آآ فده كده المعلومتين اللي على السؤال ده. هتنبدأ مع تاني امتى يا مصدر زي ما قلت آآ تانية انا كنت انها اجي لها بس آآ هنبدأ مع تانية واولى مع تالتا والكلام ده هتكلم فيه آآ بالتفصيل مع فيديو اولى وتانية. هنبدأ في شهر سبعة اساسيات لان الاساسيات بتاع التالت هنراكز فيها من البداية خالص فبالتالي هتبقى الاساسيات مشتركة بين اولى و تانية وتالتة. فجالي سيكون كلا معه بعضو في الاساسيات لان ضفع التالتة كان عندهم مشاكل كتير في اولى اه طريقة الاشتراك وازاي ادفع الفلوس او طيب انا لو عايز اللي الاشتراك. لا طريقة الاشتراك والتفاصيل دي كلها بتكون على الخاص بعد ما انت بتيجي تشترك بعروفة كتعمل ايه حسب انت موجود فين وتقدر تدفع ازاي والكلام ده كله. ازاي تسحب الاشتراك بتاعك بتسحب الاشتراك بتاعك لو انت تسحبه اولا في اي وقت عادي بس بتسحب المتبأ من الاشتراك مش اللي فات يعني انت ما تجيش في اخر الشهر وتقول انا مش عايز اشترك وتسحب الشهر اللي فات. لا انت ما تكملش اللي جاي. تمام كده? لو انت دفعت اشتراك الترمي مسلا بتاع الفيديوهات وانت مسلا جيت في نص الترمي وانا مش عايز اكمل فانت بتاخد بقية نص الترمي مش الترمي اللي فات. تمام كده? ويعني حقك يبقى محفوظ ليك مفيش فيها اي مشكلة. اه توضيح نظام القناة بالنسبة للصف التاني السنوي. نظام القناة القناة عامة اللي هو النظام العام اللي هو المجاني بيكون في شرح آآ عادي جدا اللي هو آآ زي كل سنة بقى في شرح في حل اسرى في آآ مراجعات بتبقى موجودة عادي جدا على القناة في المحتوى العام. هيبقى لها معايد سابتة بإذن الله تعرفوها تعرفوها قبل ما نبدأ. آآ طلاب السنة دي بتوقع تالتة سنوة السنة اللي هما دفع في عشرين عشرين اللي هيأجله. الطلاب اللي هيأجله نوعين. في نوع هيأجل خالص يعني مش هيخضر الامتحانات السنة دي. في اول وقت فاضي. فزيه زي الدفع دي بالزبط. تمام كده? في نوع تاني هيقسم يعني هيمتحن مواد السنة دي. وهيسيد مواد للسنة الجاية من ضمنها الفيزياء. ده هيعمل ايه? ده هيكون متأخر معنا شهرة. فيبدأ شهر متأخر. يعني هيبدأ شهر متأخر. هيبقى قدامه حاجة من الاتنين. اما انه يدخل معنا في المنهج على طول لان احنا نبدأ المنهج الفعلي في اول تمانية. والفيديوهات الاساسيات هياخدها كفيديوهات مسجرة يسمعها عادي. او لو كان في عدد آآ زيادة بادئ في نفس الوقت ده. اللي هو في اول تمانية ممكن تبدأوا مجموعة جديدة منفصلة عن المنهج اللي بدأ في اول سبعة. انما الطلبة اللي هما هيأجلوا السنة كلها فيكونوا معنا عادي. المعلومة بس التانية. طب اللي هيأجل هيمتحن بالنظام الجديد ولا القديم. يعني بوكلت ولا تابلت الكتروني ولا ورقي. ده كل دول مش هيفروعه معاك في اي حاجة. نظام مشابه تسعين في المية لنظام التابلت. اللي اتنين مشابهين تماما. اللي كان فيه اختلافات كبيرة ولو تانية لان كان نظامها قديم خالص. فما كانش بيمشي مع نظام التابلت فكان فيه فرق ما بين الاتنين بالنسبة للطلبة. اما نظام مشابه جدا لنظام يعني النظام سنة تانية سنة وامتحان تانية سنة واللي امتحانوه اخر امتحان ده مشابه جدا للبوكلت. مفيش في اي اختلاف. سوى بقى كان تابلت او ورقي وغالبا هيكون ورقي بس ما فيش اي فرق. يعني انت ما تشغلش بالك. للاضافة انك قدامك سنة هتذكر فيها انت ما فيش فجأة حد هيفجأك يقول لك بكرة امتحانك تابلت وانت مكون انتش تعرف. لأ انت من اول السنة هي وقت تبقى عارف. امتحانك اما ورقي اما تابلت اما زي نظام التابلت او نظام البوكلت. وطول السنة تتدرب على الاساس ده. فبالتانية ما فيش فيها مشكلة. انت في طارق تلتة سنة ويبتبقى مزاكر اساسا المنهج بكل صعوبات وافكار وحاجات وكده كلها. فمش افرق بقى معك نظام تابلت ولا نظام اي نظام انت كده واخد المعلومات اساسا كابلة مش نقصك اي حاجة. يسألك بقى هو يجيب لك اسئلة من المهجري خاتجاوبها. فيش فيها اي مشكلة. وانتوا كنتوا فيه طلبة قالت الاسئلة صعبة. وفي الطلبة اللي كانت مزاكرة ومهتمية اقفلوا الامتحان من اير ما يغيشوا والطلبة كانوا اه دراجات بتاعاتهم كلهم فيه كتير مقفلين من اير ريش ولا من اير اي حاجة هم الا اي لين. اه نكمل بعد كده. اه كان في اه برضو طلبة بتقول انك كده بادري ولا مش بادري احنا قلنا احنا في شهر ستة ما كانش في حاجة عشان في طلبة افكر احنا بدأنا في شهر ستة البداية في شهر سبعة اساسيات وفي شهر تمانية المنهج. اه في سؤال ساعات بيتسأل بحسه ان هو اسازك شوية بس في بعض الاحيان بقول ان في بعض الطلبة مكون ما معندهاش معلومات على الاونلاين او كده. والسؤال بيقول هو ايه المحتوى الخاص اصلا? فايه هو المحتوى الخاص? هي الفكرة كلها زي ما انا قلتها في اول الفيديو. ان هو درس بس بدل ما انت بتاخده قدامي كده قدامي هنا. لا انت قدامي في الشاشة بس. فهي دي الفكرة ان انت بدل ما انت في الدرس بتبقى داخل قاعد في الشاشة وتتتواصل مع المدرس عادي زيك زي ما هو في الدرس. الفرق ما بين المحتوى بقى اللي هو اللي هو اللايب واللي انت شايفه مسجل الوقتي الوقتي انت بتشوف نيباتكلم بس انت متتواصلش معي. اللايب بقى بقى انا باتكلم وممكن انت تتكلم واسمعك ونرد على بعض وهكزا. ده بس الفرق. ده بس درس في وده ده الفرق ما بين محتوى الخاص والدرس العادي. طب ليه في محتوى خاص وليه الكلام ده جاوبناه في اول الفيديو. آآ بعد كده تقريبا آآ كده جاوبنا على كل الاسئلة. آآ هو القناة فيزياء بس ولا كل المواد القناة العبقاري فيزياء بس. في قناة سنتر العبقاري كان فيها بعض المواد. آآ بس جالبا اللي هيكون موجود في المحتوى الخاصة وهيقدم محتوى خاصة عن اللي لكم عنه بس في الاغلب آآ اي مادة هتكون موجودة هعرفكو قبلها فترة. فلو انا ما عرفكوش يبقى المادة دي مش موجودة. ولكن كاعتماد كله لو انت عايز تعمل حسابك من الوقتي فانت شوف كل اللي موجود واختار منهم. ولكن الاساس معنا هو الفيزياء الى الان الفيزياء بس. آآ ولا اللي رايحة تانية نفس الموضوع ايوة نفس الموضوع. البس المباشر هيكون على اليوتيوب. لا البس المباشر بيكون على برامج تانية. آآ الجروبات آآ عليها هتكون واتس ولا فيس. بالنسبة للمحتوى الخاص فيكون الحاجة الاساسية الجروبات مش مش جزء اساسي من المحتوى الخاص. ولكن هو جزء اضافي فاللي مش محتاجه عادي. ولكن مصفة آآ عامة الجروبات بتكون على تيليجرام. ممكن يكون فيه او بس ده يكون برضو حاجات اضافية. لكن الاساس هو على التيليجرام. تيليجرام ما فيش فايا مشكلة على اي حد. يعني هو بالنمج خفيف. آآ لو مايلك قديم شوية هيستحمله عادي فيش فيها اي مشكلة. بالنسبة للازهر نفس النظام العام يعني احنا اتفاقنا الفيزياء بتاخدها كلها بتفاصيلها بسهولتها وصعوبتها والمتوسط والحاجات بتاعتها كلها. ما فيش اي فرق ما بين النظام العام ولا الخاص. فيه بناس بتقول اصلي احنا عندنا نظري وفي العام ما فيش في نظري اللي اتنين فيهم نظري. وبنفس الطريقة وممكن في العام بيبقى اصعب شوية. يعني نظام التابلت كان في اسئلة نظري كتير بس بتعتمد انك فاهم بس. يعني بس فلكن كمعلومة نظري لازم تعرفها سواء عام او ازهر. فما فيش اي اختلاف ما بين الاتنين. اه بالاضافة ان الشرح هيكون متضمن الاسئلة بكل الافكار بكل انواع الاسئلة. يعني احنا مش هنقول السؤال بس بصورة اختياري. وفي طيف المتحانة تتفاجئ ان هو هيجي لك صورة مقالي عادي. لأ انت بتاخد المعلومة هسألك عليها مقالي واختياري واكمل وصحة وغلط وكل حاجة بحيث ان الورد النهائي ان المعلومة وصالت لك كاملة ولا لأ? يريد توضحينا الكتب اللي هنحلم انها كل الكتب اللي هتنزل هشوفها والكويس فيها هيتحلم انه. واللي مش كويس فيها برضو هنستخرج منها بعض الاسئلة المفيدة لو كان فيها حاجة مفيدة. ولكن اللي انا عايز اقوله برضو على التوضيح على الكتب. الكتب لما بتنزل بيتعمل لها فيديوهات كتير. مش فيديو واحد. يعني كل التاب هينزلها. اكلمك على الكتب ده لوحده في فيديو و Lewحده وبعد كده هجمع لك كل كتب في فيديو وبعد كده اقول لك كل كتاب من ويزات وعيوب وايه وتعتمد على مين وتعتمدش على مين فده مش وقت الكتب لان سنة تالتة السنة الجاية نظام جديد ما فيش ولا كتاب نزل نظام جديد لسه فما الكتب تنزل نظام جديد هنتكلم على النظام الجديد. آآ الناس اللي خايفين على تالتة آآ بسبب انهما في أولا وتانية مكانوش متاسسين كويس. آآ السنة ثالثة كمنهج. آآ يعني كمعلومة. يعني مسلا الامبوزات شعوبتين في تانية. طالب لو كانوا لسه في تانية لسه فكرين اكيد. مش هتحتاجها في تالتة. اي موضوع اخدته في تانية كموضوع لوحده كده مش هتحتاجه لوحده. تمام كده? طيب لو افترضنا جدلا ان في موضوع هنحتاجه لوحده. انت كده كده لو كنت مذاكره او مش مذاكره مية في المية هتنساه في تالتة سنوي. المعلومة اللي بعد كده ان اي مدرس في اي مادة بيأسسك في كل حاجة هو عايزها. يعني لو مسلا احنا فيه درس النهاردة معتمد على قانون بقاء الطاقة بتاعه ولا سنوي. انا كمدرس بشرحولك يعني بشرح لك يعني ايه قانون بقاء الطاقة? وفاهمك كل حاجة وبعرفك احنا محتاجين منه ايه? وبنشرح الدرس بتاعنا. فبالتالي ما تشغيل ما تشغيلش بالك بكل المعلومات اللي كانت في اللي فات. المال ايه اللي احنا بنحتاجه في اللي فات? كل اللي كنا بنحتاجه ان فيه طالب يكون بيزاكر كتير او طالب مجتهد فعنده قبلية نواية زاكر كتير فهو متعاود على المزاكرة. يعني لما طلب منك واجب عشرين تلاتين اربيعين مسألة تكون عادي. انما الطالب اللي ما كانش بيزاكر هو ده المشكلة. يعني هي الفكرة هل انت كنت بتزاكر ولا لا? يعني عندك القدرة انك تزاكر ولا لا? لو كنت بتزاكر فده زي الفل هتكمل في تالتة زي الفل. انما لو ما كنتش بتزاكر هتحتاج مجهود منك في البداية بس شوية. انك تجتهد اكتر تتعاود على المزاكرة اكتر والبكتهد اكتر وهكذا. تمام? ده بس الفرق. انما كمعلومات ما تقلاش من المعلومات. كله مدرس هيكون عارف هو محتاج ايه وهيقوله لك. آآ كل الاسئلة دي تقريبا متكررة. آآ كان في سؤال انا ما حبيتش ارد عليه في اولي الفيديو. هو كان اول سؤال كنت عمل حسابي اقول بس عليه كلمة بس برضو مش بحب ارد عليه لانه سؤال بحس ان هو سازك شوية. السؤال بيقول آآ كامل احترامي بس انت شخص مدي يعني. وفكرة شخص مدي عشان بيعمل لك محتوى خاص. آآ والسؤال اي بغض النظر عن طريقة السؤال فيه اسئلة تانية بتبقى محتربة شوية. بيقول انت ليه بتعمل محتوى خاص بفلوس. فنفس السؤال اللي قلت لك ليه مغايل ده بفلوس. آآ اجابتك هي اجابتي بالزبط. يعني مغايل ده ليه بفلوس هي نفس الحكاية ما بقى لك ليه محتوى خاص بفلوس. ببساطة ده حاجة بتتكلف فلوس فبالتالي انت بتدفع تمنها يعني فيش في اي اختلاف. ومفيش حاجة محتاجة تفكير في حاجة زي كده. آآ في بس بعد الطالب يقول طيب مستر بتعملش بس نفسك نصح علينا ما هو انت مش بيجي لك فلوس من اليوتيوب. في رئيس اليوتيوب دي تقريبا ما ميجيبش تمن النت يعني ده بالتقريب يعني الناس اللي بتشغل على النت والفيديوهات كتير والاونلاين كتير تقريبا في الشهر بتعدي خمسمائة سبعمائة تمنمية جينيه. بالاضافة للايجار بتاع المجان اصلا يعني هم حط فلوس على اليوتيوب دي عشان نأجر مكان نشتغل فيه. فبالتالي فلوس اليوتيوب دي يعني ممكن نقفل القناة خلص ما نعمل باش حاجة لان كده انا مستفيدش بها حاجة. فده بس الفرق. فازاي بقى اه اه عايز كتوضيحه الكلام ده كله هيبقى فيه فيديو مخصص للموضوع ده كله. مش عشان اي انا 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 كان واحد ببقى مقتنع ان الطلبة كل واحد وليه قناعته. يعني في واحد مقتنع ان هو ما ينفعش يصرف على التعليم وفي واحد مقتنع ان هو يصرف عادي فما فيش فيه مشكلة. فبالتالي انا ما بقى تعبش نفسي ان انا اقنع حد في حاجة ومش مقتنع بها. تمام كده? فاللي مش مقتنع في فيديو هينزل ده بس لزيادة ثقافتك بس او انك تبقى فاهم الواقع اللي انت عايش فيه. مش عشان انا اقول لك تشترك او ما تشتركش. انما كطالب مقتنع بحاجة بيفضل مقتنع بها لو انا اتكلمتك مليون سنة. دي قناعة شخصية عندي انا. تمام كده? في بعض الطلبة بتقول يا مستر وده كان هو خلاني معرف من المرات ارد. قال يا مستر المحتوى بتاعك كويس جدا بس انت مش بتعرضه ليه او مش بترده عالطالب عليه توضح لهم كل حاجة. فانا بقول في الاغلاب الطالب يبقى ايما بيبقى عنده قناعة ان هو يتقبل لحاجة دي او ما يتقبلهاش. فلا هو مش هيتقبلها صعب انك تقنعه بحاجة زي كده. زي ببساطة كده بقول لك ليه موال ده بفلوس ما ينفعش سؤال ما ينفعش هيتسأل. فانا بالنسبة لي السؤال ده كده ما ينفعش هيتسأل. اه بعد كده هي ترمين ولا الصانع على بعضها. بنسبة لتالتة سؤالي سواء ترمين او الصانع على بعضها مش هتفرق معاك حاجة حاليا. في طلبة. انا بقى. ليه دايما كل الاسئلة بقوله مش هتفرق معاك حاجة. يعني ليه مش هتفرق معاك تابلت ولا نظام بوكلت. مش هيفرق معاك هيصانة ولا ترمين. لان الحاجات ده مش هتفرق معاك في الوقت الحالي. هو في منهج بيتذاكر بطريقة معينة. تمام كده? انت ذكرت المنهج ده. اه جيت في نص السنة قاله في امتحان انت هتمتحن المنهج اللي انت مذاكره. لو قاله هيبقى في اخر السنة برضو هتمتحن على نفس المنهج اللي انت مذاكره. هتذاكر وراقي هتمتحن وراقي هتمتحن تابلت هو نفس المنهج اللي انت مذاكره. فمش معناها انك هتأجل المذاكرة عما تعرف. يعني نفس الاخطاء اللي انت وقعتوا فيها السنة اللي فاتت احنا مش هنذاكر عشان هم لسه ما نعرفش النظام هيستقر ولا لا هيطلقى. مش هناخد دروس عشان الوزير بيقول ما فيش دروس ومش عارف ايه. الله يتم يجي الامتحان الشهر الجاي وتلاقيك مش عارف حاجة في اي حاجة. فالعقلية بقى الاخطاء اللي انتم بتقعوا فيها في قولة وتانية ما ينفعش تقعوا فيها في تالت. تمام كده? اه المنهج بتاعك معروف الاساسيات بتاعته معروفة تتشرح المنهج كله بطرق بتاعته كلها. امتحنت تابلت ورقي صدقني. لو امتحنت تابلت او ورقي او الالكتروني او اخترعوا نظام جديد هتقفل لو انت مذكر منها كويس. من الاخر. تمام كده? اه هي المذكرة هتبقى لطلاب العمل الخاص بس المذكرة لطلاب الخاص بس مش احتقر ولا حاجة بس هي بسبب ان هي مش هتستفيد بها حاجة لو انت باخدها لوحدك. هي لازم تكون انا اللي بشرحها لك. اه حصص تأسيس هل هت لازم محتوى عام هيبقى فيه بعض حصص التأسيس او بعض الاجزاء من الفيديوهات المحتوى الخاصة هتنزل على المحتوى العام. اه تقريبا كده كل الاسئلة تمام. اه يا جماعة انا كنت تمام. اه طلاب الازهر جاوبنا عليهم. الاختبار ده حضرتك هتأمله ازاي وامتى? انا كنت قلت ان فيه اختبار او ما قصوصش بها اختبار يا الفكرة كلها ان الطالب اللي انا زي ما انا قلت في اول الفيديو كده. اللي مش عارف هو يختار انه نظام بيكلمني انا بعرف منه بعض المعلومات منها انا عنيها برشح له ونظام معين. برشح له مش بكبير على نظام معين. بقول لك الافضل ليك هو ده لو انت مش عارف. ده الفكرة بس. المعلومة التانية هي موضوع تقسيم الجروبات انا كنت قلت هعملها مستويات. آآ ده برضو قلت لو العدد كبير فهيتقسم مستويات. يعني مسلا في عدد كبير وينفع يتقسم مستويات. والجروبات دي بتكون بعد شهر من الدراسة. يعني مسلا انت خلاص بقى لك معي شهر فانا عرفت انت مستويات ايه فهقولي انك تنفع في الجروب ده هو الجروب ده. فموضوع الجروب ده ده از اللي قلت اساسا هو حاجة اضافية مش حاجة في ضمن الموضوع. يعني الطلبة اللي هي متأجلة موضوع الاشتراك بسبب الجروبات فالجروبات دي مش حاجة اساسية ضمن الاشتراك. بالنسبه للموضوع تأجيل الاشتراك او اخر معادل الاشتراك فهو الاشتراك هيبدأ احنا هنبدأ واحد سبع. ولنفترض مسلا هنبدأ حد واربعة مثلا في يوم الحد ده اول يوم فانت على الاقل بتكون مشترك يوم الجمعة. ليه? عشان تكون اه اه ضامن انك تكون معناها في اول حصة رقم اتنين تكون عارف البرومج اللي نشتغل عليها رقم تلاتة تكون جربتها رقم اربعة لما تحتاج حاجة اسناء الحصة تعرف تتواصل معاها ازاي? فكل الكلام ده هتشرح لك قبل ما نبدأ مش وحنا شغالين. تمام كده? فبس هي دي الفكرة مش ان انا بقول لك بكبيرك لازم تشترك بادري او حاجة يا الفكرة كلها بدل ما انت تيه على الحصة بالزبط مش هتبقى عارف انت بتعمل ايه ومش هتستفيد حاجة فبقول لك لازم امن بادري. بالنسبة لاخر معادل الاشتراك برضو المعلومة التانية وهي انك لو ما اشتركتش في اول شهر ست اه اول شهر سبع مسلا فانت مش هتكمل حضور شهر سبع. هتبدأ من شهر تمانية وفي شهر سبع ده بتاخده فيديوهات بعد كده. انما ما فيش حد هيدخل في نصف شهر مسلا ويكون احنا لسه في حاجة مش هلين فيها. فما يفعش تدخل مسلا في نصف الفاصل الاول او في نصف الفاصل التاني ممكن تدخل مسلا بعد جزء معين واللي فات تاخده كفيديوهات مسجلة وهتمتحن عليها واختبرك فيها لغاية ما تعديها وتكتازها كده اقول لك اه يتكمل معنا. انما جرت كده مش فيش حد يتكمل معنا عشان بعض المشاكل اللي كانت احصل للسنية دي من الطلبة اللي بتدخل كده وهم مش عارفين حاجة مسلا في اي حاجة. وفي الاخر يقول انت مصطر ما افتناش فهي الفكرة كلها ان انت اصلا بقالنا ست سبع شهور عمليين نشرح في حياته ناسس في طلبة وانت جاي في الاخر مفيش عندك الكلام ده كله فاضي وتبقى عايز يبقى زيك زي الطالب اللي هو قاله من اول السنة. فبدل ما منع ده خالص قلت لك كده هيكون لو مسلا انت جاي في شهر احداشر مسلا فانت اللي قبل كده بتشترك فيه عادي هتاخده لو انت عديته اه كفيديوهات تاخدك فيديوهات مش حصص طبعا. عديت الفيديوهات وامتحانت ورقيت مستوىك كويس انك تكمل معنا هتكمل معنا انما لو مش هتكمل فخلص. لو انت مش حابب تدخل من الاول خالص فده براحتك يعني. ولكن اقول لك لو انت مصمم انك تدخل. مش هينفع تدخل معنا مرة واحدة كده. اه ليه مصطر الصعوبة بتاعتك دي مش تكون سهل احسن حتى الطلبة هتيجي اكتر بدل انت كده بتمنع الناس. الفكرة كلها ان في الاخر الطلبة كلها بتبقى عاملة كده في الاول وما بنصعبش عليك يا مصطر والكلام ده كله بس بتيجي في الاخر وبتقوم بتقلب علي يعني يا مصطر طب انت انا كده ما استفدتش حاجة اقول لك من الاول انك مش هتستفاد. فالفكرة كلها بدل ما نسيبك بتدخل وفي الاخر تقول لي حرام عليك لأ ما تدخلش من الاول عشان انت مش هتستفاد لو انت جاي متأخر. ده بس الفكرة. اللي انت ممكن تستفيد به انا بتكلم طبعا انت بدا في النظام الاول المميز. انما الفيديوهات عادي ممكن انت اخدها معاك وتتذكر منها عادي ما فيش فيها مشكلة. انا بتكلم عالطالب اللي محتاج متابعة. مش هتابع مع طالب الا الطالب اللي واخد كل الكلام اللي انا قيله وعرفه كله كويس. ده الفكرة بس انا بركز عليها تقريبا تالت مرة اقولها. حضرتك ينفع تبتدي معايا خاص من دلوقتي لو هبتدي خاص ولا اي اشتراك ولا اي حاجة اول حاجة واحد سبعة. ما فيش حاجة قبل واحد سبعة. وما حدش يبدأ قبل واحد سبعة. لا استعداد ولا اي حاجة. انت لازم تركز وتاخد راحتك عشان السنة طويلة. يعني تقريبا تعود عشر شهور مذاكرة. لازم تريح. شهر ستة ده ريح وخالص. لو انت بدأت في حاجة ريح. لما تبدأ في شهر سبعة بقى ازود مجهودة عادي. انما لازم تاخد لك راحة. ما ينفعش تبدأ كده من راحة. اه حد يعرف مدارسين ادبي? لا ما عرفش مدارسين ادبي. اه البرنامج هيشتغل امتى? البرنامج شغال. الوقت تطبيق العقاري موجود شغال. بس لسه ما فيش محتوى هو هيشتغل المفروض للسنة الجهة. احنا كنت بس بتدربه فترة المراجعة. اه هتنزل مراجعات وكده ليلة الامتحان بالنسبة للطلاب الثالثة سنة الجهة السنة الجهة هينزل في مراجعات. اه طيب هو منهج تالتة معتمد على تانية اولى ولا ما فيش علاقة جاوبنا عليه. اه هو برضو الفيديوهات الشرحة او حل الاسئلة هتنزل على القناة بدون اشتراك ولا لو انا اشتراكت في اي نظام هقدر احصل معلومات? اه جاوبنا على السؤال بس اجاوب على اخر اه معلومة. هلأ انا ما اشتركتش خالص هقدر احصل معلومات من القناة? زي ما انا بقول دايما المحتوى العام على القناة هتلاقي افضل المحتوى عام على اليوتيوب عموما اكتر حاجة تقدر تستفيد بها. يعني هو المحتوى العام تستفيد بي جدا سواء شرحة او حل او اي حاجة تقدر تستفيد بها. تمام كده? كل الحكاية بس ان المحتوى الخاص لو انت عايزني اللخص لك الحكاية بدل ما انت بتعتمد على القناة دي شوية ودي شوية ودي شوية وتلاقي المدرس ده بيقول كلمة على كسر المدرس ده. المدرس ده بشرح بطرائق مختلفة عن المدرس ده وتلاقيك بيتلف كده على القنوات ومضيع يومك كله عشان تفهم درس كل الحكاية انك بتتابع مع مدرس واحد بتوفر وقتك ومجهودك وكل حاجة خالص وبناء عليه بيكون انت عندك معلومات المدرس ده ولا ايرها فلما انت بتيجي تسألني في سؤال بجاوبك عليه في ثانية انا بفهم انت اصلك ايه وانت عارف انا بتكلم ازاي او بشرح ازاي فانت مش محتاج تتعب نفسك في البحث عن معلومة او تبقى عارف حاجة نقصاك ولا مش نقصاك انت كده الدنيا كلها كاملة معك بالزبط. تمام كده ده الفرق بس ما بين اللي اتنين. اه بس كده ده كده كل الاسئلة او التعليقات اللي جات على الويديو الاخير طولنا معكم عليكم في الويديو ده. اه حابب على خفص بس الموضوع بالنسبة للطلاب بتوع تلتة سنوية اللي داخلين تلتة سنوية. المفروض تعمل ايه الوقتي? كل اللي عليك انك ترتاح في شهر ستة جدا. اه حابب تتابع اول مدرسين اللي انت ممكن تشترك معاهم او لو انت هتروح دروس ولا الكلام ده وسواء هتروح ولا لا والاسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو الجاي. ولكن ايا ان كانت وجهة نظرك فشهر ستة ده للراحة ما تبدأش في حاجة ما فيش حاجة اسماتها اساسي انجليزي. الانجليزي قد فهمت ده ممكن تزاكرها. مش محتاج انك تضيع شهر ستة ده وتتعب نفسك فيه فمزاكرة. انت لازم تريح فيه. لا انجليزي ولا نحو ولا اي حاجة. هم اه اساسيات وكده بس زي ما قلت لك اقل حاجة خالص من شهر سبعة. يعني هي البداية المفروض من شهر تمانية. وانا السنة دي بدأت من سبعة عشان الاساسيات ما مطول فيها شوية عشان دفع التالتة السنة دي. ما كانوش بيزاكر فقولة وتانية وفي حاجات كتير مش عارفينها فلازم يتأسسوا فيها كويس. فبداية شهر سبعة اقل حاجة تبدأ فيها. رقم اتنين اما تبدأ تبدأ بانتظام ما تعطلش نفسك او ما تأخرش نفسك يوم واحد ولا حصة واحدة ولا فيديو واحد ولا درس واحد تأخره عليك ليوم تاني. لان اي تأخير هيضيع عليك وقت كتير. آآ بس ده كده كل حاجة كنا عايزين نقولها. آآ اي حد عنده بقى اي استفسار التواصل على الواطس وي الواطس ده للاسئلة الخاصة للشراك بس مش حاجة تانية. ما فيش حاجة اسمها شرح على ولواطس ولا في حاجة اسمها شرح في جروبات ولا في اي حاجة شرح يسمها كده. الشرح يأم فيديو زي ما انت شايفني كده عشان تفهم مني المعلومة او حصة مباشرة. ده الحاجة اللي انت تقدر تستفيد بها عشان الطلاب اللي يقولن اح nationwidegin شرح اللي مدرسين شرح مفيش حاجة اسمها لجروبات مدرسين شرح آآ الوقت اللي انت هتفهم بيه معلومة على ممكن تفهم فيه درس وتخلصه وتحل عليه في فيديو واحد. فآآ بس دايك كان نصيحها كده على معلومة على السهلية كده كان فيه برضو طلبة بتحتاجها. اشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.